اذا كنتم تتسألون من المسؤول عن تحديد مقدار ذكاء طفلكم فدراسة بريطانية جديدة تمكنت من الإجابة على هذا التساؤل المثير فبحثون في جامعة غالاسكو توصلوا إلى نتائج مبهرة في هذا المجال وأكدوا أن النساء أكثر ترجيحا لنقل جينة الذكاء لأطفالهن لأنهن يحملن الكروموزوم المعروف باسم X ولديهن اثنان منها بينما لدى الرجال واحد فقط حيث كان يعتقد لسنوات أن الذكاء يعتمد على الأب كما هو على الأم وبما أن المرأة تحمل اثنين من الكروموزومات X حيث توجد جينة الذكاء ومن خلال تجربة أجريت على فئران معدل وراثيا تبين أن تلك التي أعطيت جرعة إضافية من جينات الأمهات طولت رؤوسا وأدمغ أكبر لكن أجسامها كانت ضئيلة والتي أعطيت جرعة إضافية من جينات الأب كانت أدمغتها صغيرة وأجسامها أكبر لكن الباحثين لم يجدوا أي خلايا أبوية في القشرة المخية وربما يعطي الوالد بعض جينات الذكاء لكن الدراسة تقول إنها لن يكون لها تأثير في الدماغ فجينات الذكاء هذه لن تعمل إلا إذا كانت من الأم إذ ستذهب مماشرة إلى القشرة المخية أما جينات الأب فتتوجه إلى الجهاز الحوفي